أمطار غزيرة ورعضية شهدتها بعض المناطق في المحافظات المختلفة تم رفع درجة الطوارئ وانتشار معدات شفط المياه بالشوارع ده طبعاً لتسهيل حركة المواطنين كمان في بعض المحافظات عطلت الدراسة إمبير تعرهت المحافظات لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية صاحبها سقوط الأمطار بنسب متفاوتة تصل إلى غزيرة ورعضية على العديد من المحافظات مثل دمياط وبرسعيد والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والإسماعيلية والسويس وشمال سينا والشرقية والإسكندرية ومطروح الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وشركات مياه الشرب والصرف الصحي أعلنت رفع حالة الطوارئ تحسباً لأي تداعيات ناتج عن تلك الموجة وكذلك رفع تجمعات مياه الأمطار في بعض المناطق بالشوارع حيث إن هناك تعاوناً وتنسيقاً مستمراً بين معدات الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية وشركات مياه الشرب والصرف الصحي والأجهزة والجهات التابعة لوزارة الموارد المائية والري لمواجهة حالة التقص السيء كما تقرر تعطيل الدراسة أمس بجميع المدارس في ثلاث محافظات يد قهلية، الغربية، وكفر الشيخ وذلك حرصاً على سلامة الطلاب نظراً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار تعرض هذه المحافظات لموجة من التقص السيء والأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية وأعلنت وزارة التنمية المحلية أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة أكدت على متابعتها الدائمة بالوضع في المحافظات من أجل التنسيق المستمر مع غرف العمليات المركزية بها للتدخل السريع لمواجهة أي طوارئ والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء في هذا الشأن لسرعة التعامل مع أي أحداث طارئة كما تم تدشين غرفة عمليات المحافظين التي تتابع انتشار جميع فرق ومعدات التدخل السريع لمواجهة الأثار المترتبة على موجة التقص وسقوط الأمطار الغزيرة في بعض مراكز المحافظات مع استكمال جهود شفط تراكمات وتجمعات مياه الأمطار من الشوارع الجانبية والفرعية بجانب الشوارع الرئيسية ومطالع ومنازل الكباري بالإضافة إلى محيط المدارس والجامعات لعدم إعاقة حركة الطلاب والتلاميذ والمواطنين والسيارات بتلك المناطق